شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حانا في جبالي على رأس وفده من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس والمنعاقد في جنوب إفريقيا وهي المشاركة الأولى لمصر منذ دعوتها للانضمام لعضوية تجمع بريكس وخلال كلمتها أكد جبالي أن السباق الدولي الحالي مليء بتحديات والمتغيرات المتسارعة والمتلاحقة وهو ما يدفع القارة الأفريقية باتجاه تدشين شركات دولية تعيد موضعها بما يتناسب ومكانتها المستحقة واصفا الشركة الأفريقية مع تجمع بريكس بأنها خطوة مهمة على طريق تصويب العمل الدولي متعدد الأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى القيم المشتركة والمصالح المتبادلة كما أكد جبالي تثمين الدولة لتحقيق شركة ذات منفعة متبادلة بين القارة الأفريقية وتجمع بريكس لافتا إلى وضع القاهرة جميع إمكانتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشركة